أكد وزير البترول وثروة المعدنية كريم بدوي أن الشركات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح خلال لقائه مع وفدي شركة أكسون موبيل مصر شدد وزير البترول على أن الحكومة الجديدة تعمل على استثمار هذه النجاحات في تحقيق زيادة مضطاردة في الإنتاج مؤكدا الدور الهام الذي يمكن أن تضيفه هذه الشركات لاستغلال مصر لإمكانياتها المتنوعة في العمل كمركز إقليمي للطاقة هذا وقد أكد وزير البترول حرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم للإسراع بخطط حفر أول بئر في منطقة امتياز شركة أكسون موبيل مصر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط